اهلا بكم اصدقائي صديقاتي في كل مكان نقدم لكم هذا اليوم هذا الفيديو الجديد والذي سنشرح فيه مقالا جديدا بعنوان قبل ان تتم مشاهدة هذا الفيديو انصحكم بقراءة هذا المقال والذي ستجدون رابط تحميله في وصف القناة اسفل الفيديو اقرأوا هذا المقال جيدا وحاولوا ان تفهموا افكار هذا المقال وبطبيعة الحال مع شرح المصطلحات الفرنسية الصعبة هذا المقال هو مأخود من موقع ciao.ch اقرأوا لكم المقال اقرأوا لكم سلممن بقرأوا لك هذا المقال أي أن شخص اللعظة الذين يقدم اللعنصورية إما بعملتها در carbعبيا أو درaments و هذا شفظ النوائjo Likingata التصوير Le monde et les êtres humains التصوير العالم و البشر Les uns par rapport aux autres مقارنتن بعضهم ببعد Une manière spécifique de concevoir le monde et les êtres humains les uns par rapport aux autres أي كيف يرى الناس بعضهم البعد et que se traduit par des actes والذي يترجم إلى أفعال des paroles كلمات أو كلام بصفة عامة des attitudes ou des comportements ومواقف أو سلوكيات لغاسم أي العنصورية بالمعنى الدقيق للمصطلح أو سنسخيك ديزين تشير إلى إدىولوجيا 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 أكثر حاليكم ترف إدىولوجيا باللغة الفرنسية إدىولوجيا 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 هي مجموع من الأفكار دي كوائنس معتقدات دي دوكتخين أي معتقدات وطعاليم المvakارات أن أتضح إلى مس贝ون تدميج حائصًا إلى مس deleted إلىentake أبود إلى المحارات أو demander مؤسسة distorted يدىولوجيا حيين ولا نضائم من الأفكار الفلسفية للي العالم و weil الإدىولوجيا هي مجموع من الافكار والمعتقدات والتعاليم الخاصة بعصرين ما او بمجتمع ما او بفئتي ما هي باختصار هي نظام من الافكار الفلسفية حول العالم وحول الحياة نعود الى النص le racisme au sens strict du terme disine une ideologie اي ان العنصرية بالمعنى الدقيق المصطلح تشير الى ايديولوجيا ايديولوجيا qui se fonde sur des différences biologiques والتي تقوم على الاختلافات البيولوجيا qui se fonde sur des différences biologiques على الاختلافات البيولوجيا ريال او سببوز الحقيقية الفلية او المفترادة او encore sur la base de leur appartenance اثنic national من الناس من يحملون فكرة او ايديولوجيا العنصرية حيث يظنون انهم يختلفون عن باقي البشر على اساس البيولوجيا على اساس البيولوجي او على اساس انتمائهم العرقي الاثنique national القومي الليلوجيا او überhaupt والديو ال небيُفترح الانكت او استقادراع السبب الانكت انassumed الانكت الليلوجيا الانكت et raciste s'il remplit les trois critères suivants le premier critère catégoriser un groupe et généraliser le jugement à l'ensemble du groupe المعطى الأول أو المعيار الأول التصنف catégoriser التصنف كمجموع en groupe وتعميم الحكم على المجموع بأكملها catégoriser un groupe et généraliser le jugement وتعميم الحكم à l'ensemble du groupe مثلا انتقيت شخصا هنديا شخص قادم من الهند هذا الشخص فيه صفة مثلا الغش أو الكذب هذا الشخص الهندي هو غشاش في تجارته مثلا انطلاقا من تصرفات هذا الهندي الرجل الهندي لا يمكنك أبدا أن تحكم أو تعمم حكم الغش على باقي الهنود أن تقول الهنود كلهم غشاشون أو كلهم محتالون أو كلهم كذبون هذا الفعل هو فعل تعميم جنراليزي لججمع à l'ensemble أي تعميم الحكم على المجموعة بأكملها وهذا معيار من المعايير الثلاثة لفعل العنصري المعيار الثاني حيار الثلاثة تعميم حيار الثلاثة حيار الثلاثة إعطاء الأولوية تعميم حيار الثلاثة تعميم حيار الثلاثة دونا غيرهم ومعاملتها بقصوى لفعل العنصري من المجتمع وتفصلهم عن المجتمع وتعميم حيار الثلاثة ولكن هذه المعاملة هي معاملة قاسية نلتخيطان بلو مال أسان دي تخيمون مما يتسبب الضرر لهم هذا الفعل يسمى تأخذ مجموعة من الناس من داخل المجتمع وتفصلهم عن المجتمع وتعميم حيار الثلاثة ديستخيمينة التميز ل Lindسخيمينة التميز وتميز والسخ successor وتخبره Ultimo حيار الثلاثة للتخيف أ marcaعام للناس similar whale كيش أي من المجتمع وشطنا إعطاء الأولوية sagt عندما تعالى ت blir تحميل التي تتم إل XX الإ państwa لا معاملة savior المعاملات de manière inégale les personnes appartenant au groupe défini المعاملات الناس بشكل غير متكافي de manière inégale بشكل غير متكافي منا المجموعات التي تما التميز ددها La combinaison de ces 3 critères الجمع بين هذه المعائر التالتة la combinaison الجمع بين هذه المعائر التالتة permet يتح أو يسمح aux personnes racistes لأشخاص العنصريين de justifier الغبسر والفعل التقار التقار المعاملات sous المعاملات والتعنف أو même d'exterminer lors de génocide n'importe quelle personne appartenant à un des groupes jugés inférieurs أو حتى الإبادة أو حتى إبادة شخص ينتمي إلى واحدة من هذه المجموعات التي تعتبر أقل شأنن أي تعتبر أقل مستوى من باقي البشر إذن هذا الجامع ما بين هذه المعايير الثلاثة التي رأيناها من قبل يتيح للأشخاص العنصريين لتبرير فعل الاحتقار أو حتى إبادة الأشخاص أو شخص ينتمي إلى هذه المجموعة التي تعتبر أقل شأنن الإبادة هي إبادة مجموعة من الأشخاص تسمى بالفرنسية وكذلك وحتى إبادة أقل شأن للمسورة وكذلك وعلى للمسورة الإدىولوجيا تأكيد وانترقى بسورة مباشرة أو غير مباشرة كنغوب إي دفاسان إنرانت سبريور آنطر سبريور آنطر أي جماعة متفاوقة لجماعتين أخرى لرساسم أمورتة بس لارج كثيرا لرساسم والعنصوريال هانيطاق أوسع من التميز العرقي لرساسم كلاسيس لرساسم على باس كاركترستيك بيولوجيك جينيتيك برسيمي أو ريال انغاس سبريور آنطر لرساسم كلاسي لرساسم على باس على أساس دفاس كاركترستيك بيولوجيك على أساس السفات البيولوجيا جينيتيك ويراتيا برسيمي أو ريال مفترادة أو فعلية مفترادة أو حقيقية في الأعراق انغاس سميكانيسم بأسطورة العرق المتفوق والنقي المتفوق المتفوق اي و و أو لبغساج لبغساج اي الاختلاط ما بين الأجناس أو العراق أو الأنساب لبغساج يعني نرى اختلاط بين عراق الأمازيغ والعرب في البلدان الشمال الإفريقية بطبيعة الحال بطبيعة الحال الاختلاط مع أعراق أو أجناس أخرى التي هي أدنى إذن الفكرة العنصرية التي يحملها العنصريون هي أن عرقهم الصافي النقي المتفوق يجب أن يجب أن يحما أو يجب أن يحما يتوه من التأتيرات أو الأجناس الأخرا التي هي أدنى بنسبة إليهم الشكرا المتفوق لقد أن الاساسي صحيا في المساولة بين البلعبر دوما أي أن البشر هم على قدم المساوات كيفما كانوا لكن العنصرية هي التي تنتهيك الحق الأساسي في هذه المساوات أي أن كل إنسانِ للحق في الأحساسي مهما كان مظهره المادي إذن جميع البشر هم على قدم المساوات كلهم متساوون مهما كان لونهم لون بشرتهم دينهم ثقافتهم أو عرقهم لذلك يجب محاربة العنصرية التي تنتهيك هذا الحق الاساسي في المساوات بين البشر لذلك يجب محاربة العنصرية لذلك يجب محاربة العنصرية في المساوات بين البشرين وقد قبلا الشعبي التسويت لذلك يجب محاربة العنصرية في المساوات بين البشرين يجب محاربة العنصرية في المساوات بين البشرين إلى السجن إلى هنا أصدقائي صديقاتي قدمت هذا الفيديو الذي حاولنا فيه شرح مقال يتعلق بالعنصرية أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ولا تنسوا أن تشتركوا بقناتنا على اليوتيوب نشكركم على حسن المتابعة وإلى فيديو قادم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة